اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقديم لقاحات ضد فيروس كورونا لبعض الدول مقابل تنازلات سياسية ابتزازا سياسيا واجراء غير اخلاقي تحاول من خلاله استغلال احتياجات انسانية لهذه الدول وقال المالكي ان القرار يؤكد غياب الاخلاقي والقيم لدى الاحتلال مشيرا الى انه سيتم العمل على حملة دولية لمواجهة هذا الاستغلال للاحتياجات الانسانية لهذه الدول واكد وزير الخارجية ان دولة فلسطين تتواصل بشكل مباشر وفردي مع غالبية هذه الدول من اجل ايضاح هذه الخطوة وحثها على رفض هذا الابتزاز السياسي من قبل الاحتلال اضافة الى مطالبة عديد التجمعات الاقليمية والدولية لاصدار بيانات رافضة لهذه الانتهازية اللا اخلاقية